هؤلاء الشباب والشابات والرجال والناشطون الذين تجمعوا هنا جاءوا بهدف واحد يقولون لرئيسة الوزراء بأن تلغي الدعوة الموجهة لولي العهد السعودي محمد سلمان بسبب ما فعله وما تفعله السعودية في اليمن من تدمير لهذا الشعب ومن حرب جائرة وأيضا ما يعانيه الشعب السعودي من الطهاد فهؤلاء الذين تجمعوا هنا إنما جاءوا بعد اجتماعات عديدة وتداول وبعد أن أقروا هذه الرسالة بالإضافة إلى أن هناك أيضا مشروعا لإصدار بيان من البرلمان لمنع هذه الزيارة كما كان هناك ضغط سابقا على الرئيس الأمريكي ترامب لعدم زيارته بريطانيا يعني هناك ضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء الدعوة التي كانت قد وجهت إلى الرئيس الأمريكي وحتى الآن لم يفعل الرئيس الأمريكي ذلك لم يأتي لم يزول بريطانيا بينما أنزار أغلب الدول الأوروبية فهذا الوعي الشعبي يؤكد أن الظلم الذي يمارسه بعض الحكام سيلاحقهم فتاة طويلة يعني هؤلاء لا يوثلون أنفسهم فهناك من بينهم من هم صحفيون من هم نشطاء نقابيون من هم حزبيون مرتبطون بأحزاب عديدة وبجموع نشاطهم يؤثر لا شك على الرأي العام فكما أنهم أثروا هؤلاء أنفسهم هم الذين أثروا على الرأي العام وجعلوا زيارة ترامب مستحيلة لبريطانيا في المستقبل المنظور حتى أنه ألغى الزيارة التي كانت مزمعة لكي يفتتح السفارة الأمريكية الجديدة فكذلك فإن عملهم الدؤو قد يؤدي إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات وضغوط حزبية على رئيسة الوزراء لعدم استقبال هذا الرجل بسبب هذه السياسات التي ينتهجها شكرا